الغازي إلى سرط ومعي رشاب بليبلو ليطلعني أيضا على آخر مستجدات المدينة وربما يبدأ بالكهرباء إليك رجب نعم مالك الكهرباء لا تزال أزمة أنا أخرج بهاتفي ومعي المصور أيضا نعم كنت سأسألك للتو نظرا لقطاع التيار الكهربائي على كامل مدينة سرط منذ حوالي الساعة الثانية عشر ظهرا إلى هذه اللحظة لا يوجد أي بيان أو أي شيء يوضح لنا سبب هذا الإظلام التام في مدينة سرط وضوحيها طيب يعني أنت موجود غادي يرجب من توا أو المكان الذي أنت موجود فيه من كم ساعة الضيمة طوى عندها الآن نصل مالك إلى قرابة تسع ساعات متواصلة من الأنظام التام على المدينة كل اليوم كان يوم شاق كعمل صحفي نعمل على أضواها وتفنى ونعمل على المولدات بعض الأحيان لكن لا زلنا مستمرين في نقل معاناة المواطن سواء في سرط أو أي مدينة أخرى ولكن ما لك ما نستغرب عدم خروج أي بيان من قبل الكهرباء أو من الشركة هنا على أسباب انقطاع تيار الكهربائي بدون أي مبرر منذ ساعات الصباح الأولى وربما كهرباء أثرت حتى في إشارة الاتصال بك أرجع بليبلو موفاة قناة ليبيا حدث كنت معي من سرط شكرا جزيلا لك